السلام عليكم كيف انتم علي بس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شيوات مع ايمان صلوا علينا بكيفما العادة عنا بدول فيديو اليوم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غدي نتقسم معكم اليوم غدي تكون هاد الحلوة اللي كتشاهدوا معايا حلوة جد سهلة وسريعة في تحضير ديالا مكونات ديالا جد جد بساطين هنتو ما غدي تشاهدوا معايا بحيث ما غدي نحساجوا فيها الكريم السائلة والكريم شنطي مكونات ديالا كيفما اتكرتم معكم بساطين فكنتمنى الفيديو الاقتراح اليومين اللي اعجبت لكم والاستحسان ديالكم من زيتش نطول عليكم كتر ندوز نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وكيفما العادة فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله هني غدي مدف تحضير الجينواز هاد الجينواز اللي عندي انا معتمدة اصبق لي تقسمت معكم حتى انتم اذا جربتوها غدي تصبح عندكم معتمدة وما غدي تبدلوها شي بالخصوص الكيكرولي يعني الجينواز اللي كنحتاجوه في الكيكرولي عندي هنا يا اربع حبات ديال البيت ضروري اخواتي البيت ديالني كن بدرجة حرارة المطبخ يعني كنخرجوه من تلاجة واحد نصف ساعة او ساعة قبل كنوضعوه في البيت ديالنا في المطبخ عاد من بعد كنخدمو بيهم ضيفت قبصة ديال الملح اللي هي ضرورية لتعديل الضوق كيس من السكر المنسم بالفاني وعندي 100 جرام من السكر الخشيل اللي غدي مدنضيفة شوية مر شوية بحال هاد الشكل هذا بالنسبة الاخوات اللي كيبغيوا العبار بكس بقياس كس ديال العنبه فهانتو ما شاهدتو معيش حل بالكس ديال العنبه سافي غدي مدنطرب ضروري اخواتي منطراب الكهربائي لان البيت ضروري يضعف الحجم ديالو على ثلاثة ديال المرات كيصبح في حل شي كريمة كيف ما كتشاهدو معايا اذا كان عندكم البيت بارد مباشرة متسلاج واخدمتو به فغدي يخد لكم واحد الوقس طويل باش يطلع لكم عكس اذا كان بدرجة حرارة المطبخ فغي يخد معاكم واحد خمسة ديال دقايق حسين سبعة ديال دقايق سفي كيكون بحال هاد الشكل هذا بالنسبة للنواشيف غدي نحتاج امية جرام من الدقيق الابيض ما يعادل واحد الكس ديال العنبه يكون عامر حتى الفم ديالو بالطحين صافي هادو هما المكونات ديال الجينواز عالش كان اكده لا يعني هادو هما المكونات ديال الجينواز لان فيما كانت قسم معاكم شي جينواز كيجوني واش ما فيها شي الخميرة ديال الحلوى الجينواز اخواتي ما كيضافش لها الخميرة ديال الحلويات اي بيكن بودر فالبيض اللي كنطلعه هو اللي كيعمل دور ديال الخميرة يعني هادو البيض اللي كنطلعه في حال كريمة هو اللي كيخلي الجينواز كيجيخ فيه فبلا ما كنضيفه لالخميرة ديال الحلويات هنية اخواتي في الاول هانتو ما شاهدتوا معايا انا ما سرعت لكم شي الكاميرا باش تشاهدوا معايا من اللي كمده نضيف ديال الطحين كمده نخلط غير بشوية من الاسفل الى الاعلى فهناي انا غير مصرع على الكاميرا وصافي باش ميجيكم شي الفيديو طويل بزاف اما كيف ما شاهدتوا معايا ديال يعني في الاول ديال الفيديو ما اللي بدي سكن ضيف الطحين او الدقيق فانا كو سكن حرك غير بشوية باش من طيحش البيض اللي طلعت في الاول سافي حتى كنسلي الكمية ديال الطحين اللي عندي كاملة اللي كيف ما اذكر سمعكم ميات جرام ديال الدقيق ميات جرام ديال السكر كيس من السكر المنسب بالغاني قبصة ديال الملح اربع حبات من البيض هاده هم المكونات ديال هاد الجنواز بالخصوص هاد الجنواز اللي كتكون على شكل كيك رولي يعني اللي كتمشي في الكيك رولي سافي هاده هو القوام اللي كنحصل عليه غادي نجيب طاوة او للسينية اللي غادي نطيف فيها هني اخواتي باش غادي نغالفة بالنسبة للقياز ديال السينية عندي فيها اربعين سنتيمتر فالطول دياله وثلاثين سنتيمتر بالنسبة للعرض دياله كان فزقا بالما كان اخوض الورق ديال الفرن اللي هو ضروري اخواتي في الجنواز ورق ديال الزبدة من اللي كان فزق السينية فالورق بسرعة يعني كيتلبس لي على ديك السينية يعني كيلسق فيها بحل هاد الشكل هاد بلا ما تدهنوها بالزبدة فزقوغي السينية ديالكم بالما وضعوا فق فصط من الورق ديال الفرن او للورق ديال الزبدة فهو كياخد الشكل ديال السينية ديالكم سافي هنا يا اخواتي غادي نفرغ الجنواز ديالي في هاد السينية بالنسبة للسينية تقدروا تعملوا لشكل مربع او لمستطيل في حل ديالي غير هو يعني هاد القياس بالضبط ديال الاروعة ديال البيتات يعني هاد هو القياس ديال الجينواز دياله باش ما تجيكمشي الجينواز غليطة بزف وفي النفس الوقت ما تجيكمشي عود رقيقة تماما سوف نوزع الجينواز لانها تكون تقيلة بحل شي كريمة فضروري كنوزعها بحل هذا الشكل هذا بالنسبة للفرن اخواتي طريقة ديال الطيب ديال الجينواز ضروري الفرن خصو يكون كي يسخن من قبل يعني واحد خمسة ديال دقائق قبل شعلت له يسخن درجة الحرارة 180 درجة النار من الاعلى ومن الاسفل يعني الجينواز كتب من الفق او من تاحد ماشي في حل الكيك العادي لان الطبقة كتكون غير رقيقة فكنشعلو له من الفق او من تاحد المدة ديال الطيب اخواتي ديال الجينواز اللي غدي تاخد معاكم عشرة ديال دقائق حتى تناش دقيقة ماكسيمو عدو هي الوقت ديال الجينواز لان اذا خليتو حل المدة لي طويلة بزف غدي تجيكم الجينواز ديركم نشفو احنا يبغينا تقاطرية وهذا هو الوقت اللي غدي تاخد معاكم في الغالب تناش دقيقة كيفما اذكرت معاكم ماكسيمو سفي هنا بعد ما خرجتها من الفرن هانتو ما كتشاهدوا معايا هنا مباشرة غير كان خرجها من الفرن أعطيد بتناش ديال الجينواز غدي نشحل للوجه دياله بالسكر سقيل وسكر ن backstory هست معاهم هقد تناش دايك conversions حسنا غير م formal اضع لي لدي للRes سوف نحيط لورق الزفداء فهذه النوع الورق سوف نحيط لكامل سوف نحيط لك سوف نحيط لك سوف نحيط لك نعاود لك و نحيط لك نحضر الشوكولاتة بالحليب سوف نحضر لك 150 جرام من الشوكولاتة سوف نحيط لك اضافة و خمسين فى المياة من نسبة الكاكاو انا احتمال اي شوكولاتة انتو ممتوفرين عليها انا غير كنت قسم معكم احتى المنتجات اللى كنخدم بهم باش هذا يعني احتى الكيمية ديال الحليب كتفرق لان هذا النوع ديال الشوكولاتة اللى كتكون فيها نسبة ديال الكاكاو شوية عالية فكتاخدنا شوية ديال الحليب كتار عكس مثلا بديل الشوكولاتة غالا او شوكولاتة بالحليب تاخد معكم كيمية اللى هي اقل من الحليب هنا مية وخمسين جرام ديال الشوكولاتة اللى دوبتها احتاجت معها مية ميليلتر ديال الحليب الحليب ساخن اخواتي لدرجة الغلايا يعني كان ساخن واحدة كي يتلع في الغلية كم دا نضيفون ديال الشوكولاتة و انا كنخدمها وضيفت كذلك اخواتي واحد ملعقة متوسطة من الزبدة ما يعادل واحد 15 جرام غير باش يجيني هاد القانج ناعم وبالنسبة هاد القانج هذا شوية تقيل يعني باش غادي نوضعه كحوشوة من الداخل فخليته شوية تقيل يعني استعملت كيف ما اذكرت معكم احتاجت غين مية مالي لتر ديال الحليب هنا غادي نصفه باش ما يبقى لي حتا شي كويرة فيه وهيدا بلا ما مدى نحرك باززة كانت نصفه كي يعني كيتخلط بوح ديسو مع بعض ديسو مع ديسو مع ديك يعني ما يبقى في حتا شي كويرة انتو ما القوام ديال هاد القانج غادي نحشي به الحلوة ديالي كيكون في حل الشوكولاتة دياله هو من اللي غادي برد غادي زيدي يتماسك ولكن انا ما غادي نخلي شي برد بزاف غادي نخلي غير يدفى شوية بدرجة حرارات المطبخ وغادي نحشي به الحلوة ديالي من داخل دياله هنتو بحل هيدا كيكون غادي نخلي شوية يدفى غير في المطبخ عاد نعمر به الكيك ديالي رولي باش ما يعدبني ش ما يبقى ش يخرج لي من الحشيات دياله كيف ما اذكرت معكم هو من اللي كي برد صفي كي تماسك يرجع شوية يعني متماسك هنا يجيبت الكيك رولي اللي كنت لويت معاكم هنتو ما شاهدوا معي الجينواز اخواتي خدموا بها كيف ما بغيتو ما التهرس معاكم ما حتى شي حاجة غادي نجيب ديب هاد القانج هنتو ما بعد ما خليتو شوية يدفى على حال في رحل قانج هتفضلوا على شو كولاتة ديال الدهن بعد ذلك تقدروا تستبدلوا هذه القانج بشو كولاتا ديال الدهن مثلا نوتيلا او لاي نكهة يعني اي شو كولاتا كتفضلوها تقدروا الدهن بها الكيك رولي اللي ديالكم من تاخل فبالنسبة لها الحشوة اخواتي طبعا تقدروا تستبدلوها باي حشوة ترانتو ما يعني عوض هاد القانج ديال الشوكولاتة اذا تستبدلوها بالمرباة لكم في تيوغ اي المرميلاده اي نكهة تبغيون انتمها غير وادي تاخدوا واحد الكمية ديال المرباة تضعوها في واحد الاناء تعملوها فوق النار و تخليوها تقلم زيان من بعد تخليوها تبرد و تدهنو بها الجنواز ديالكم بحال هالطريقة هادي تزيدو اي مكسرات تبغيتون انتم الكوكاوم هرميش اي الفول السوداني اللي بغيتو اطرولوها بحال هالشكل هذا او انكم تحشيو الكيكرولي ديالكم باي كريمة كريمة ديال الخفق او كريمة شانتي كيبقى لكم الاختيار انا بما انني بغيتهم على شكل ميريندينا بمودي الميريندينا اللي معروف ولكن على شكل رولي فبغيت نحشيب هاد القناش دير الشوكولاتة و حقا نجزح الميريندينا او احسن سافه هنا ينبعد ما رولي تم زيان غدي نرجع لهذا الورق دياله و نعوط للشكل دياله مزيان قدل مستطع اخواتي باش جيني دائرية نيك نجيب اخواتي هاد سباتولو غدي بدا ندفع بها هاد الورق ديال الفرن باش كيف ما قل لكم مني كنعوط لاني كنزيان مزيان في هاد الورق سافيو غدي نوضع اخواتي انا غدي نوضع في المجمد واحد نصف ساعة لا لا اكثر يعني شوية غير تشبى الراسة ديالك القناش اللي وضعنا لدي الشوكولاتة من الداخل ديالي يعني يتماسك و يتماسك و يشبى الراسه باش نقدر نقطع ما تعدبنيش انا ما خليتش يحتاج مدد كيف ما اذكرت معكم نصف ساعة في المجمد مجمد عفوا فقط ما تخليوها تقصح بالزاب باش جيكم تقطعها مع وطا غير سافيو هنا كنجيب واحد السكين او لا شي موسيق ماضي مزيان باش متعدبكم شي و كنعبر جرد الاصباعات تقريبا بحال هيداك واحد السنطيم ونوص ما كاملاش يجرس السنطيم لاننا نحنا باقي غدي نغلفوها بالشوكولاتة و كنقطع طبعا انتم اذا بغيتو مرقاقين او لا غلاطين كيبقى لكم الاختيار فنفس الطريقة اخواتي غدي تخدمو اذا احشيتوها بالمرباء لكم في توك بنفس الطريقة حتى هيداك تجيم زيانة سافيو غدي نقطع بحال هيداك طريقة هي سهلة انتم اتشاهدو معايا بغيتو تخليوها على شكل كيكرولي كيبقى لكم الاختيار انا اقول لكم يعني بغيتو هاد المرة فرضيين نفعون احسامها على اطفال ديالي ياخدوهم معهم للمدرسة يعني كاقتراحات الوجبات ديال المدرسة او اللقوتي يعني يتحضروا محتى الضيوف ديالكم كيجم زيونيون يعطيكم كيمياليها ما شاء الله لا بأس بيها كمية الشوكولاتة بالحليب 200 جرام شوكولاتة بالحليب 1 ملعقة كبيرة 1 ملعقة كبيرة لنخفف الشوكولاتة 1 ملعقة كبيرة سوف نغطي الملعقة 1 ملعقة كبيرة نضع كمية الشوكولاتة و نضع كمية الشوكولاتة نضع كمية الشوكولاتة نضع كمية الشوكولاتة نضع كمية الشوكولاتة فما كيوقع لحتشي حاجة قدي تعملوها في علبة محكمة الإغلاق أنا ما حضرتشي كمية كثيرة يعني تسلت لي في الثلاثية ما قتليشي بزر ولكن كم بغير نقول لكم إذا حضرت يعني كمية لي كثيرة توضعوها في واحد علبة اللي كتكون محكمة الإغلاق توضعوها في الثلاجة لأن هذا ما بقل جو شوية صاخن اللي كيكل جو بارد وضعوها غفل مطبخ ديالكم وصفي كل مرة كتتحيدوا الكمية اللي غدي يخدوا معهم الأطفال ديالكم أولا اللي غدي تناولونتوما كيكون هذا وشكيل ديالا أخواتي نسمني يا ربي الفيديو الاقتراح ديالي ما يكون اللي أعجب ديالكم وليستحسن ديالكم إذا أعجبكم الفيديو دياليوم أخواتي ما تنسوني شي كيفما العذاب اللي لايكة ديالكم تعليق الجميلة أحبكم في الله وإلى الفيديو القادم إن شاء الله تعالوا لي فرصكم بزر والسلامة